الموضوع قيد النقاش والولايات المتحدة قالت إنها تعد مثل هذه السفن لتزويدها بالتقنية اللازمة لتدمير هذا المخزون بعد تخفيف عناصره الكيميائية وما يتبقى من مخلفات نووية يتم تحويله إلى التدمير التجاري من هنا جاء الحديث عن عروض الشركات هناك أيضا مواد كيميائية أخرى ليست بمستوى الخطورة نفسها ولم يتم تحضيرها لتكون أسلحة فهذه يمكن تدميرها فورا من دون تخفيفها من قبل شركات تجارية قادرة على معالجتها